حديث من صلى أربعا بعد العشاء كنا كقدرهن من ليلة القدر يسأل عن هذا الحديث هذا الحديث حديث ضعيف لا يصح عن نبي صلى الله عليه وسلم فهو منكر سندا ومتنا كيف تكون أربعا بعد العشاء كقدرهن من ليلة القدر فالحديث ضعيف من جهة الإسناد وأيضا فيه نكارة في متنه والمحفوظ عن النبي عليه الصلاة والسلام هو ما جاء في حديث ابن عباس أنه صلى أربع ركعات بعد العشاء على أنها جزء من صلاة الليل يعني صلى ركعتين ثم ركعتين بعد صلاة العشاء على أنها جزء من صلاة الليل ثم في آخر الليل قام عليه الصلاة والسلام وصلى فهذا هو المحفوظ كما في صحيحه البخاري وأما هذا الحديث أنه من صلى أربعا بعد العشاء كنا كقدرهن من ليلة القدر فهذا حديث ضعيف وليست هذه السنة مستقلة أن الإنسان يصلى أربع ركعات بعد العشاء إلا إذا أراد أن يصلي جزء من صلاته من الليل حتى تخف عليه صلاة الليل صلى بعد صلاة العشاء ركعتين أو أربعا أو ستا لا بأس بذلك لكن على أنها سنة مستقلة تحتاج إلى دليل صحيح هذا الحديث حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم